بدي اسألك هيك عم يجي على راسي صوتك هل قد حلو أنا إذا برنم هذه الترنيمة اللي هي فيها شرقه ما بصيبة و أنا كنت عم بتمرن عليها صدقني عم بحكي عم بحكي صدق ما عم بتواضع كل واحد عنده نقطة قوة ونقطة ضعف ما عم بقول أنا ما عندي صوت بس أنت بتعرف أني أنا كتير بكون صريح وقته أعطي رأيك ليه بتقول هيك إذا بتفكر فيها ليه شو نجاح باند مسيحي أنه يقدر يكمل ويضاين لأنه ليه أنت اليوم منك بفريق ونحنا عم نسمع عنكم ونحنا عم نروح نتبارك منكم ما عم بحط عليك عم بقلك انت جنرال أنت شو بتقول سر نجاح فريق يقدر يكمل مثلا نحنا فريق سترونغوصلنا 14 سنة أوكي أنا بعرف ليه بس بركي أنت عندك أو مرأة على راسك مرات لأن بعرف أنت عندك فريق شبيبي وبترنمو صح أوكي بس بس شو المعن بيخلي حيالة فريق أو حيالة مرانين بلبنان يقدروا يكملو شو السر هل في شي سر إيماني بالموضوع مش بس إيماني أنا أنا في شيخ تابرتو رادي من قبل خلال الفترة يلي يلي كنت فيها عم رنمت حيالة حوالنا يكون في باند وحوالنا أكتر من المرة يكون في كتير أمور بس في مشكلة كتير أساسية بعتقد الشعب اللبناني موجودة عنده كله عنده كله اللي هو الالتزام يعني كنت لو يعني كنت عندي التزام حقيقي بالرب يسوع بيكون عندي التزام حقيقي بيخدمته بس إذا عندي التزام حقيقي بيخدمته إذا وعندي التزام بيخدمته وما عندي التزام بشخصه رح يكون عندي استمرارية بهذا الشي ف agony تبلش شي بس لازم يكون عندك التزام romantic لازم يكون عندك شو هوadım كيف أنت تحكي هيك بهشور وبيعطول شغف على اسم راب داما غروم فيه أعتقد هذا الشيء يجب أن يكون موجود عندنا كلنا مني أنا أولا لكل الأشخاص يلي عندهم هيدا المواهب من فترة كتعم حقيقة رب وضع عقل بأنه يا رب هيدا الخدمة يجب أن توصل ليس بس المنطقة الموجودة فيها لازم بلش بالمنطقة الموجودة فيها لازم ننطلق عم تحكي خدمة إنك كمرنم كفريق ككل الأشخاص يلي عندهم هيدا المواهب فكتعم فكر هيك أنه بلبنان بس في إذا بدك فريق معروف وسترونغلز بينما بتلاقي بمصر هلأ صح في عدد كتير كبير أشخاص بتقوله بس في كتير فرق وكل سنة نحن بالكامب يلي طبع الشبيب نعمل من جزم فريق من بره فكتعم بيصلي قولي يا رب إنه ليه ما بيكون في فرق كتير يا رب بتنجد اسمك بكل منطقة بكل مكان موجود فيه وعنجاد أنا عندي هيدا الغير إذا بدك دا في أشخاص هني بالعزف وبالترنيم وبالتسبيح بالتنظيم وبالالتزام للعالم ليه ما بيكون في زيت هيدا شيء لشعب لإلهنا يلي مات لأجلنا فبتلاقي إنه واحد بيبلش بأمر معين فجأة بيجي مفشلين بدل ما يكون فيه داعمين فمع بقول إنه هيدا شيء موجود بالعكس بالكنيسة عندنا في دعم جدا لهيدا شيء بس إن جانرل بتشوف هيدا الصورة موجودة خاصة ببلدنا فأنا معجد صلاتي بقلبي إنه يا رب خليكن في غيري لأكتر من الشخص إنه يكون فيه إعلان عن اسمك يا رب مش بس بالتنين بالوعز بحياتنا العملية بكل يوم هيدا شيء تعرف إنه من أحلى الأجوبة بالنسبة لإلي اللي سمعتها لأنه بدي أقلك شيء هالغيرة اللي عم تحكي عنا أنا جيت من الحياة من الخطيئة من الزبالي أوكي كان عندي من أول ما بلشت هيا ما بتعني إنه أنا ما سقطت وما ضعفت بس عم بحكي الغيرة والشغف لياسو كان عندي شغف بس أطلع بفريق سترونجهوز بشي هيك خليني 14 سنة إنه أنا ما طالع عم برني مو حلو أنا طالع عم بصرخ لواحد مثلي بالزبالي بليز عرف إنه يسوع حقيقي وملقط ملقط بشغفة إنه يسوع رائع بليز عرف هيدا الشغف لو ما قلتك دايماً بالكلام بيظهر لإلك وبيخليك تكون مثابر وتستمر إنه أنا اللي عم بعمله منه شيء عادي أنا اللي عم بعمله عم بخلص أشخاص بدي أقولها هيك عم بخلص أشخاص مش أنا قوتي يسوع قال لي أنا أنا شغفة أحكي عنه وجييني أحكي يستخدمنا ويستخدم كل واحد عشق إنه أنا ما بدي توقف هالمكنة لأنه أنا طلعت بالباخرة في واحد تاني لازم يكون معي بدي شده طيو يطلع ما بدي أتركه تحت عم يغرق بقى هيدا من أحلى الأجوبة لنسبة لإلي اللي سمعتها عن إنه ليلباند ما بيستمر لأنه هيدا الغيرة والشغف لازم تكون موجودة وأنا مآمن أنه عندها شي جيمي قبل ما تكمله تطلعوا أنا مآمن أنه أنا بقوله وقلت لك ياها ورح قولها على الهواء هيك تتعرف تتعرف قلبي بحب تكون معنا بالفريق لأنه صوتك عنده ميزة كثير لإلي وأنا كنت دائما نقول لليسيا أنه شي رائع كثير حلو زدنا بزيدوا شوية المشاكل بين الأخوة ما علي بس عم يضحك مارك لأنه يعرف يعرف شخصيتي وشيك اثنين هل قدي لوت بس أنا لإلي سوري هيدا ميزة رائعة ومثل ما أنا ومارك أو أنا و جويس أو أنا و جايمي تشراعنا غمرنا بعض وبكينا وتضحكنا وصلينا لبعض وافنحت بعض بأقوى الأوقات الصعبة لإلي سوري بديها و بديها العائلة تكون كبيرة وفيها بركة وخاصة مش لأن صوتك وأنا بتعرف قدي حبيت صوتك أنا لإلي القلب أهم من الصوت القلب حلو وصادق ومكسور رح تمشي الأمور الرائعة عنديك آخر سؤال قبل ما ترمي أنا عندي آخر سؤال شوي قوي بس بدي أسألك بس بدي أسألك كنت عم تقول أنه أنت بالجرافيك ديزاين ورب كتير بيعطيك كرياتيفتي وإلهيم حتى بترنيم في أيام فشلت بموهبتك ومن حالك وكيف عملت بهالفشل قلتلك قوي ما رحكون كتير إذا بدك إديال أو أنه كامل بالجواب بس ها حقيقة بالجواب رحكون كتير بهذا الشي فشلت أكيد فشلت بكتير من أحيانك تفشل وفي شيء بالباسكتول والسبورت يلي ما بيعرفي خسر وما بيعرفي ربح فأنا عندي إيمان أنه الأمور يلي منمرق فيها هي بترتيب من عنده فإذا أنا في شلبي محل معين أنت يعلمني أمر معين إنما فيه وإكبر فيه تتغير شخصيتي مش ممكن تتغير شخصيتي وأنا في بمستوى بمستوى أب عطول لا بدمرا وقات في ضعف أعرف أنه أنا هون ضعيف أنه أنا هون مجوة أنه أنا هون ما بعرف ما بعرف أتصرف أعرف إدي أنا قوتي أنه هي من عنده وهي القوة في الضعف تكمل فبولوس كان عنده ضعف كان مارئ فيه والرب صلى للرب أكتر مرة فبعتقد السولوشن أنه بكل أمور منمر فيها حتى إذن الضعف اللي نحن منمر فيها هو أنه نصلي ونرجع للرب بيتوبة حقيقة ونقول له يا رب نحنا من دونك نمشي بعتقد هيدا 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 يلي أنا اختبرت شكرا شكرا